نحو شهرين قضياء ومزال سوق القيصرية في مدينة كاركوك على ما هو عليه منذ أن اندلع به حريق التهم محاله التجارية التي تتجاوز 360 محلا بشكل كامل لا إعادة بناء ولا ترميم ولا تعويضات هكذا ترك الباعة وأصحاب المحال في محنتهم الاقتصادية الكبيرة التي تجاوزت خسائرها ملياري دينار سوق تتجاوز عمرها 170 عاما شكلت نافذة مدينة كاركوك المطلة على تاريخها القديم في العصر العثماني هنا كانت تنتظم محال تجارية أثرية لبيع الذهب والفضة تأسر المتسوقين بروعة جدرانها المزخرفة وأصالة عمرانها مطالبات متكررة بالتعويض عن الخسائر رفعها أصحاب المحال بسوق القيصرية إلى المسؤولين الحكوميين لكن دون جدوى واكتفت الحكومة باعتبار الحريق ناتجاً عن تماس كهربائي مع الأسف لحد الآن ما سمعنا أي شيء من حكومتنا المؤقرة في بغداد كبيان كمؤاسات للناس في القيصرية ولم يقوموا بأي تعويض لأصحاب الدكاكين والمحلات حيث أصبح أكثر الأصحاب المحلات الآن بدون عمل الجبهة التركمانية رفضت رواية التماس الكهربائية الحكومية واعتبرت أن الحريق مفتعل من أطراف تريد إزالة المعالم الأثرية لمدينة كاركوك إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتهجير سكان المدينة وإجبارهم على ترك مدنهم وتجارتهم وتراثهم ومهما تكون أسباب الحريق فإن واقع الحال يجسد نكبة تجارية وتراثية وقفت أمامها الحكومة كما هو شأنها مع كل قضايا الشعب متفرجة دون تحريك ساكن وهذا شاهد آخر على النهج السياسي المفتقير لأدنى مقومات الحكم الراعي لمصالح الشعب والوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر